ما هو سندي بمنظومة المقدمة الجزرية وكيف تلقين هذه المنظومة المباركة أيضا كم هو عدد أبوابها وعن ماذا يتكلم كل باب وما هي أيضا تتمات المنظومة الجزرية هذا ما سنتعرف إليه في هذه الحلقة فابقوا معنا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم من جديد إذن منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه هذه المنظومة إخواني الكرام هي من الكتب القليلة التي بقيت ولله الحمد إلى عصرنا هذا تروى بالإسناد المتصل إلى ناظمها وهو الإمام محمد بن الجزري الذي توفاه الله سنة ثلاث وثلاثين وثمانمائة هجرية فهذه المنظومة لها سند بمعنى أنني أنا أخوكم وخادمكم رواد بن أحمد بدران قرأتها على أستاذي وأستاذي قرأها على أستاذه وأستاذه إلى أستاذه هكذا إلى الناظم رحمه الله إلى الإمام بن الجزري رحمه الله تعالى فهذا هو سندي بالمنظومة الجزرية فإني ولله الحمد قرأت هذه المنظومة المباركة منظومة مقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه وهي المنظومة الجزرية في علم التجويد قرأتها على أستاذي وشيخي الشيخ عبد القادر ابن عبد الكريم العثمان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنه خيرا وهو تلقاها على شيخه الشيخ الدكتور أيمن بن رشدي سويد حفظه الله تعالى وأجازه بها وهو أيضا تلقاها الشيخ الدكتور أيمن رشدي سويد على شيخه العلامة المقرئ عبد العزيز عيون السود رحمه الله أمين الإفتاء وشيخ القراء في مدينة حمص عن شيخه فريد العصر وتاج القراء بمصر الأستاذ الشيخ علي بن محمد الضباع شيخ القراء وعموم المقارئ بالديار المصرية رحمه الله تعالى وهو عن أستاذه الجليل الشيخ عبد الرحمن بن حسين الخطيب الشعار وهو عن خاتمة المحققين شمس الملة والدين محمد بن أحمد المتولي شيخ قراء ومقارئ مصر الأسبق وهو عن شيخه المحقق العمدة المدقق السيد أحمد الدري الشهير بالتهامي وهو عن شيخ قراء وقته العالم العامل الشيخ أحمد بن أحمد المعروف بسلامونة وهو عن شيخه المحقق المدقق السيد إبراهيم العبيدي كبير المقرئين في وقته وهو عن الأستاذ الكبير العالم الشهير الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن عمر الأجهوري وهو عن العالم العلامة الإمام الفاضل الشيخ أحمد البقري المعروف بأبي السماح وهو عن العلامة شيخ قراء مصر في وقته شمس الدين محمد بن قاسم البقري وهو عن شيخ قراء وقته أيضا الشيخ عبد الرحمن اليمني وهو عن والده الذي اشتهر صيته في جميع الآفاق الشيخ شحاذة اليمني وهو أيضا عن شيخ أهل زمانه العلامة ناصر الدين محمد بن سالم الطبلاوي وهو عن شيخ الإسلام أبي يحيى زكريا الأنصاري وهو عن شيخ شيوخ وقته أبي النعيم رضوان بن محمد العقبي وهو عن ناظمها شيخ القراء والمحدثين وشمس الملة والدين محمد بن محمد بن محمد الجزري تغمد الله الجميع برحمته وأسكنهم فسيح جناته آمين إذن إخواني الكرام هذا هو السند الذي من خلاله تلقينا هذه المنظومة المباركة أستاذا عن أستاذ وشيخا عن شيخ ولله الحمد والمنة وسنشرع بمعيتكم إن شاء الله في شرحها ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم السدادة والتوفيق فأبيات المنظومة إخواني الكرام منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه طبعا نعيد هذا الكلام لا إشكال إذن هي من نظم إمام الحفاظ وحجة القراء محمد بن محمد بن علي بن يوسف المعروف بابن الجزري رحمه الله تعالى المولود سنة سبعمائة وواحد وخمسين للهجرة والمتوفى سنة ثلاث وثلاثين وثمانمائة هجرية رحمه الله وهذه المنظومة إخواني الكرام التي سندرسها هي من تحقيق خادم القرآن الكريم الشيخ الدكتور أيمن رشدي سويد حفظه الله فهذه هي صورة للمنظومة فمنظومة لاحظوا منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه للإمام ابن الجزري الدمشقي الشافعي رحمه الله تحقيقه وضبطه وتعليقه خادم القرآن الكريم الدكتور أيمن رشدي السويد وهي من إصدارات دار الغوثاني للدراسات القرآنية إذن إخواني الكرام أبيات أو أبواب المنظومة ستة عشر بابا أول باب فيها هو مقدمة الناظم نحن الآن سنمر مرورا سريعا على هذه الأبواب نسميها يعني نذكر اسم الباب ونذكر بشيء من معلومات بسيطة عن كل باب فأتمنى أن تشاهدوا هذا الفيديو إلى النهاية حتى تعرفوا أهمية هذه المنظومة وما هي الأحكام التي سندرسها خلال سلسلة الشرح الميسر فإذن مقدمة الناظم طبعا هذه الأبيات إخواني الكرام ليست من كلام الناظم يعني عندما نقول باب كذا باب مقدمة الناظم باب مخارج الحروف باب صفات الحروف هذه كلها من إضافة المحقق وليست من إضافة الناظم فالناظم سردها سردا من أولها إلى آخرها ولكن لتسهيل الأمر على الدارسين قام المحقق جزاه الله خيرا بوضع أبواب بتقسيم هذه المنظومة إلى أبواب فمقدمة الناظم فيها البسملة وفيها يحمد الله الناظم يحمد الله تبارك وتعالى ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر نسبه يعني نسب الناظم ومذهبه وأيضا يتحدث عن أهمية علم التجويد وفي الباب الذي يليه باب مخارج الحروف يتحدث عن مخارج الحروف العربية وعددها 17 مخرجا وسنمر عليها بالتفصيل إن شاء الله تعالى أيضا عندنا باب صفات الحروف ونتعلم من خلاله صفات الحروف هي 17 صفة أيضا ذكرها الناظم في هذه الأبيات وسنمر عليها بالتفصيل وأما باب التجويد باب التجويد يتحدث فيه الناظم عن تعريف التجويد وحكم تعلمه ويتحدث أيضا عن عدد من القواعد المهمة في ضبط الأداء ثم يذكر أهمية التدرب والتمرن في المحافظة على الأداء القرآني وأما باب في ذكر بعض التنبيهات هنا في هذا الباب إخواني يقدم لنا الناظم رحمه الله شيئا من خبرته وينبه إلى عدد من الأخطاء الشائعة التي تكرر سماعه لها من خلال مسيرته في تعليم القرآن الكريم فقام جزاه الله خيرا بنقل هذه الخبرات إلينا ونظم هذه الأشياء في هذا الباب فهنا لا بد أيضا أن ننوها إلى أنها أن الناظم رحمه الله قد أقرأ عددا كبيرا من العجم لذلك قد نجد في هذه المنظمة وفي هذا الباب بذلك بعض الملاحظات التي لا نجدها في ألسنة العرب إنما نجد هذه الملاحظات في ألسنة غير العرب والباب الذي يليه يلي باب التنبيهات عندنا باب الراءات باب الراءات يتحدث الناظم فيه عن حكمه عن الراء وأحكامها من حيث التفخيم والترقيق وجواز الوجهين تعلمون إخواني الكرام أن الراءة إما أن تفخب في القرآن إما أن تفخب أو ترقق أو يجوز فيها الوجهان وسنمر عليها إن شاء الله في مكانها بعد باب الراءات عندنا باب اسمه باب اللامات وأحكام متفرقة فيه الحديث عن حكم اللامات السواكن وحكم لام لفظ الجلالة وفيه الحديث أيضا عن الإضوامات وأنواعها كما يتطرق الناظم رحمه الله إلى عدد من التنبيهات الأدائية كما مر في الباب قبل باب الراءات والباب الذي يليه وهو الباب الثامن باب الضاد والضاء نظم فيه الإمام بن الجزري رحمه الله في عشر أبيات لاحظوا في عشر أبيات كل الكلمات الضائية في القرآن الكريم جمع كل الكلمات التي فيها حرف الضاء في القرآن الكريم جمعها في عشر أبيات وذلك لينبه إلى التفريق بين حرفي الضاد والضاء والذين والذان يكثروا فيهما الخطأ لدى كثير من شعوب الأرض بعد باب الضاد والضاء عندنا باب النون والميم المشددتين والميم الساكنة يعني ندرس أحكام الميم الساكنة الإخفاء الشفوي والإضغام الشفوي والإظهار الشفوي وندرس أيضا في الباب الذي يليه باب أحكام النون الساكنة والتنوين نتعرف إلى أحكام النون الساكنة والتنوين الإضغار والإضغام والإخفاء والقلب وبعد أحكام النون الساكنة عندنا باب المدود عندنا باب المد وفيه نتعلم أنواع المدود ندرس أنواع المدود بالتفصيل المد الأصلي والمد الفرعي كلها إن شاء الله سنمر عليها في حينها بعد باب المد عندنا باب هو باب معرفة الوقف والابتداء إذن باب الوقف والابتداء هو من أهم المباحث هو من أهم المباحث في علم التجويد وقد اعتبره بعض العلماء نصف التجويد يعني نصف التجويد جعلوه للمخارج والصفات والنصف الآخر جعلوه للوقف والابتداء والأهمية هذا الباب أيضا أفرد له الناظم رحمه الله بابا كاملا بعد باب الوقف والابتداء عندنا باب المقطوع والموصول فهذا الباب أخواني الكرام يتعلق برسم المصاحف يتعلق بعلم الرسم يعني مثلا نجد في القرآن الكريم كلمتين هكذا أن وبعدها كلمة لا أن مفصول عن لا وفي بعض المواضع نجد ألا نجد هاتان الكلمتين نجدهما كالكلمة الواحدة مثال آخر عندنا كلمة عن ما عن كلمة وما كلمة نجدهما في بعض المواضع في القرآن الكريم مفصولتين ونجدهما في مواضع أخرى مفصولتين عن ما فالإمام بن الجزري حتى ينبه إلى هذه المواضع وهذه الكلمات وغيرها نظم لنا بابا يسمىه باب هذا الباب هو باب المقطوع والموصول باب المقطوع والموصول إذن ليس الإمام الجزري من سمى إنما كما ذكرنا هو المحقق جزى الله الجميع خيرا وبعد باب المقطوع والموصول عندنا باب هو باب التاءات وهو أيضا يتعلق بعلم الرسم فمثلا عندنا بعض الكلمات التي هي في الأصل مكتوبة بالهاء يعني نكتبها نحن في الهاء مثلا كلمة رحمة كلمة نعمة هذه في إملائنا الحالي نكتبها بالهاء يعني نقصد بالتاء المربوطة ولكن في القرآن الكريم نجد بعض هذه الكلمات بدل أن تكتب بالتاء المربوطة كتبت بالتاء المبسوطة طبعا على لهجة بعض القبائل العربية التي كانت تتعامل مع هذه التاء بطريقة تخالف بقية القبائل فالإمام بن الجزري أيضا نظم بابا وضح فيه المواضع التي نرى فيها هذه الكلمات وبعد باب التاءات عندنا باب هو باب همز الوصل نتعرف فيه إلى همزة الوصل هذا الباب يتعلق بالابتداء يتعلق بالابتداء كيف نبدأ بهمزة الوصل في الأسماء وفي الأفعال وفي الحروف وآخر باب هو من أبواب الجزرية هو الباب السادس عشر هو باب الوقف على أواخر الكلم فيه يتكلم النظم عن مبحث يتعلق بالوقف وهو مبحث الروم والإشماء سنمر عليه إن شاء الله في حينه كيف نقف بالروم وكيف نقف بالإشماء في المنظومة أيضا في هذه الدورة سندرس تتمات هذه التتماتية من إضافة الشيخ الدكتور أيمن رشد سويت حفظه الله أضاف عددا من المباحث المهمة التي لم يتطرق إليها الناظم طبعا إخواني الكرام هذه المنظومة كما ذكرنا في البداية تحوت جل أحكام التجويد جل معظم أحكام التجويد فكان ينقصها بعض الإضاحات في بعض الجوانب فقام الشيخ الدكتور أيمن رشد سويت حفظه الله بإلحاق بعض المباحث بهذه المنظومة فمن هذه التتمات عندنا إتمام الحركات وهو للإمام العلامة أحمد الطيبي رحمه الله فهذا المبحث من أهم المباحث في علم التجويد وسندرسه إن شاء الله أيضا من ضمن التتمات التي سنمر عليها هي مراتب التفخيم لحروف الاستعلاء وسنتطرق إلى أبيات من نظم العلامة الشيخ محمد بن أحمد المتولي رحمه الله طبعا يتحدث عن مراتب التفخيم لحروف الاستعلاء وبعد هذه التتمة عندنا أيضا أبيات شعرية وهي تتعلق بالكلمات المؤنثة التي قرأها بعض القراء بالإفراد وبعضهم بالجمع وهي أيضا من نظم العلامة محمد بن أحمد المتولي رحمه الله وآخر تتمة تتعلق بتنبيهات في حسن الأداء هي من نظم الإمام العلامة السخاوي رحمه الله فبهذا نكون إخواني الكرام قد أخذنا لمحة موجزة مختصرة عن المواضيع التي سنمر عليها من خلال دراستنا لهذه المنظومة المباركة في اللقاء القادم إن شاء الله سنتحدث عن الشيخ الدكتور أيمن عشد سويد حفظه الله وسنتحدث عن واحد من أهم مؤلفاته ألا وهو كتاب التجويد المصور والذي سنشرحه مع منظمة المقدمة في هذه السلسلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر